اهلا بحضراتكم من جديد وكل سنة ومصر قوية وعفية وقادرة دوما وأبدا بإذن الله تعالى على حماية سمائها وحماية أرضها وحماية موانيها كل سنة ومصر أبي عفية دايما إن شاء الله وكل أكتوبر وكل قوتنا المسلحة في أفضل وأقوى حال بإذن الله أكتوبر دي بالأبطال بالقيادات مفيش بقى كده منتج ومخرج يجيبوننا عمل عالمي على حرب أكتوبر داي والبطولات اللي حصلت فيه عالمي يبقى حاجة عمليه نتفرج إحنا على الحرب العالمية على شوات أحداث أفلام بتبقى مسيرة جدا مش عارفين إحنا نعمل حاجة زي كده بإذن الله يكون فيه عمل يستحق إن يوثق الحرب أثبت فيها المصريون للعالم أجمع إنهم ما يقدروا ويقدروا فعلا يدفعوا عن سماواتهم وعن أرضهم ونعرف نرأس الدنيا كلها وإحنا عاملين غلابة عشان نقض زي الديابة طيب كيف انتصرت قيم الأهلي في كل اللي فات بشأن المخلفات والغريبة إنه تلاقوا انت رجع مركز بعيدا شفت الفترة اللي فاتت دوشة وجدل كبير جدا واتهامات طالت الزمم وطالت الشرفاء ومست الناس في أعزمة تملك أخلاقها وتقال على الأهلي ما قال مالك في الخمر والأهلي فضل ساكت وسكوته البعض ظنوا إنه عن ضعف أو عن وهن أو على رأسه بطحة أو على رأسه بطحة لكنه كان صمت الأقوياء الواثق الواثق اللي الناس ما خدتش بالها منه إنه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كبت المحمود الخطيب لما أصيرت كل هذه الزوابع هو اللي بادر بعت لوزير الشباب والرياضة وقتها كان المهندس خلد عب عزيز يرجوه إرسال لجنة للتفتيش عن أموال النادي وحقيقة تبرعات سيد توركي ألشيخ للنادي الأهلي لأن دي مسار الجدل والاتهام والتلقيح والتلميح والتصريح والتشويح وكل حاجة فيها توبيخ حصل إنه الأهلي هو من طلب طب المشكلة جات منين أقول لك جات منين كان ينبغي على وزير الشباب آنذاك وقتها فورا يعمل لتعمل ده سيكت المهندس خلد عب عزيز فترة طويلة وغادر منصبه دون أن يحقق للأهل الطلبة لسبب أو لآخر جاء الدكتور أشرف صبحي واستمر الأهلي في طلبه وكنا هنا في ملك وكتابة أكثر من حرك هذا الصخر وقلنا للدكتور أشرف صبحي ليه لا أنا جاي بقولك تعال فتش علي اتولى أنت توجيه الاتهام لي لو أنا غلطان أو اتولى إثبات برأتي لو أنا فعلا سليم بس إثبت أنت لأنه الأهلي أقوى من أنه يدفع عن نفسه الأهلي كانت ضحية الفترة فاتت في الوقت بيتكلموا ويقول لك الأهلي خد مئتين وستين مئتين ستة وستين وحطي اللي فجيبه كام وخدت الفلوس وديتوها فين والكلام الصغير قوي اللي أنتو كنتوا بتتبعوه فحقيقة الأمر أن الأهلي طلب حصل أنه الوزارة بعتت لجنة اللجنة تحرّت وحللت الموقف كاملا وطلعت تعريرها قالت اللجنة مذكرة رسمية أرسلت اللجنة الوزارية المشكلة لفحص التبرعات التي تلقاها الأهلي خلال الفترة الماضية عن قيام مسؤول القلعة الحمراء بالحصول على إجمالي بقى ما وصل للنادي الأهلي من تبرعات في هذا الشأن 119 مليون 119 ألف و15 جنيه عبارة عن 48 مليون جنيه و 550 ألف 48 مليون أو 4 مليون دولار و 855 ألف 4 مليون دولار و 855 ألف ومبلغ 7 مليون ريال وافق مجلس إدارة النادي على قبولها وتم اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية بشأنها ده تأرير الوزارة تقضي أحكام المادة 25 من القانون 71 لسنة 2017 على أن تكون موارد الهيئات الرياضية الناس اللي قالت الأهلي مش من حقه كنادي يأخذ تبرعات وقالوا أن القانون بيحظر حصول النادي على تبرعات الوزارة هي اللي بتقول أن المادة 25 من القانون 71 لسنة 2017 بتنص على أن موارد الهيئات الرياضية هي عبرة عن إعانات وتبرعات وخلافه من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع اختار الجهة الإدارية في الوقت الذي تقضي فيه أحكام المادة 21 من القرار 605 لسنة 2017 بالشأن اللقيحة المالية إذن اللي يقول لك 260 مليون و 261 مليون قوله جفتهم منين إذا كانت لائحة الوزارة أو لجنة الوزارة نفسها قالت هو 119 مليون 119 ألف و 15 مليون فيه هنا حاجة فيه حاجة مهمة بس عشان قبل ما تكون مننا اللي كان بيقولوا أنت تلقيت تبرعات من أجنبي هنا الرد مفصر النقطة دي بوضوح جدا يعني وقال القانون قال فيها إيه يعني وشافي ننادي قال لي ما كانش مخالفا عندما تلقى هذه الأموال ليه؟ لأنه وقت تلقي هذه التبرعات من السيد توركي أل شيخ كان الراجل واخد قرار رئيس شرف النادي الأهلي وكان المجلس إدارة أخطر الجهة الإدارية بمحضر الجلسة السابقة بقرار الاختيار فبالتالي اللجنة أو اللجاة الإدارية مخترى مسبقا أنه هذا الراجل رئيس شرف النادي الأهلي فله وجود في الحيز أو في الهيكل الإداري فما تقوليش أنه أجنبي لكن النقطة المهمة التانية اللي بتتعلق بالاختار السابق بعتت مدريت الشباب والرياضة بعتت مدريت الشباب والرياضة في القاهرة إذن الـ 260 شفتوا إزاي هي لبانة إعلامية لكوها طويلة يعني مديرت الشباب والرياضة في القاهرة بعتت السيد الأساس محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي للرياضة البدنية تحية طيبة وبعد يسعدني أن أهدي سيادتكم أرق التحية وأطيب الأمنيات أتشرف بأن أرفق لسيادتكم صورة مما ورد من السيد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة والمؤرخ في 12-2018 يعني أول مبارح والمتضمن موافقة الوزارة على قيام الجهة الإدارية المختصة بمنح الموافقة على قبول مبالغ التبرعات التي تبرع بها السيد المستشار تركي آل الشيخ للنادي الأهلي للرياضة البدنية مع التنبيه على النادي بمراعاة الالتزام مستقبلا بأحكام اللائحة المالية للأندية الرياضية والصدرية بالقرار رقم 605 لسنة 2017 وكيل الوزارة مدير الشباب والرياضة في القاهرة الدكتور أشرف البجراموني هنا مديرت الشباب والرياضة بتقول للنادي بالموافقة على قبول التبرعات لأنه الدكتور أشرف البجراموني أنا أسف الرقابة الإدارية أو الإدارة المركزية للرقابة والمعايير في وزارة الشباب والرياضة كانت خطبة مديرت الشباب والرياضة في القاهرة على الحالة بتاعت النادي الأهلي فبتقوله بالإشارة لكتاب سيادتكم في 16-9 والمرسل للسيد المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة في شأن الطلب النادي الأهلي للرياضة البدنية الموافقة على قبول تلقي النادي تبرعات من السيد المستشار توركي آل الشيخ وآخرين وفقا للبيان الوارد بكتاب النادي أتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه بالعرض فقد تم موافقة الوزارة على قيام الجهة الإدارية المختصة اللي هي مديرت الشباب والرياضة في القاهرة بمنح الموافقة على قبول مبالغ التبرعات والتي تبرع بها السيد المستشار توركي آل الشيخ وآخرين للنادي الأهلي للرياضة البدنية مع التنبيه على النادي بمباراعات الالتزام مستقبلا بأحكام اللايحة المالية رقم كذا الخاصة بالاختار المسبق قبل ما تجيلك تبرعات الاختار المسبق في الاستئزام من الجهة الإدارية حسب اللايحة المالية حاجتين هنا أي المبالغ دي فيه حاجتين بخصوصة حاجة شكلية أن أنت بتاخد الموافقة الأول وبعدين بتقبل التبرع طب لو حصل أن في ظرف ما أنت جالك التبرع وعايز تاخد موافقة لحقة بتعمل كده بس بيتقالك ما تعملش تاني كده لأن الأفضل أن تاخد موافقة سابقة ده من ناحية شكلية وإنما لحظة بقى دي دين مهمة اللي جات أنا معاك جات في الردود برضو أي الوزارة هيقلت أن كل الفلوس اللي دخلت دي راحت في مصارفها بإجراءات مالية سليمة وده النقطة المهمة النحية الشكلية تم تدركها بموافقة لحق لكن اللحية النحية الفنية نفسها هي الوزارة أكدت على أنها في هذا الخصوص في ملاحظات على حاجات تانية عن جيلة دلوقتي أنه في هذا الخصوص يعني حتى هو بيقولك في كلام ولما كان طالب النادي الآلي في مخطبة الجيال يقدر يمقتص لاحقا من أجل الموفقة على قبول التبرعات عليه وزالة أسباب المخالفة الأمر الذي لا ينطوي عليه أضرار مالية بشأن تلك التبرعات تستوجب المسألة وأن هذه التبرعات تم اتخاذ كافة الإجراءات المالية والمحاسبية واجبت الاتباع من النادي مؤكد أن كان في حسنينية أدى إلى تقبل هذه التبرعات مرئيش شرف النادي وكلها كانت بتيجي في لحظات سريعة جدا تتسم بدينامكية الطبع نفسه بتاع المانح هو قراته سريعة فكان بدينا كل حاجة وأنت بعد كده خدت الموافقة لكن هل أنت صرفت الحاجات دي فينه ده مربط الفارس اللجنة تأكدت وقال بعض الملاحظات عايزين نستعرضها طيب إذن إحنا هنا بنتكلم فيه ثلاث نقاط عشان الناس برضو تبقى واخد باله حجم الفلوس إيه 119 مليون 119 ألف و15 جنيه راحوا فين؟ راحوا في الأطر اللي تم التبرع ليهم يعني صفقة صلاح محسن اللي راحت لنادي أمبي وهنا عايز أوضح حاجة لأن أنا كمجلة كمجلة الأهلي لنصلها بالمسألة في هذه الفترة كان وده كان من نهاية عهد المجلس السابق برئاسة المهندس محمود طهر كان تم التحفز على أو تم الحجز على الحساب الخاص بالنادي الأهلي في البنك لصالح شركة ميسكو والحكم اللي كانت واخداه على النادي في قضية القناة وعشان كده فلوس الأهلي في صفقة رمضان صبح كانت تتعرضت للحجز في فترة مجلس الإدارة عشان يسير شؤون العمل في النادي استخدم حساب مجلة الأهلي وده حساب رسمي موجود في النادي ضمن حسابات النادي البنكية مش حساب شخص ودخل في ميزانيتها ودخل في ميزانيتها وخضع لكل الأحكام الرقابة وكل أعمال التفتيش عليه فلما الحساب الرسمي للنادي أو الحساب الأساسي للنادي محجوز عليه تم إدخال صفقة أو فلوس لتنين مليون دولار تقريبا أو أقل شوية الخاصة بتمويل صفقة صلاح محسن على حساب المجلة عشان كده اللي طلع يقول مجلة الأهلي خدت اتنين مليون دولار راح تفيدل اتنين مليون دولار اللجنة المختصة من الوزارة اللي جات فتشت شافت الإجراء ده تم ليه تم عشان الحساب الأساسي كان محجوز عليه والتاني حساب المجلة ده حساب رسمي في النادي تم التأكد من أوجه صرف وتوجيه هذه الأرقام رقم 3 حجم هذه الأموال 119 مليون 119 ألف 15 جنيه أي حاجة غير كده دي ناس فقط عايزة تشوه وعايزة تسيق للنادي الأهلي لكن كان الرائع جدا والمحترم تاريخيا واللي بينتصر لقيم الأهلي أنه تعالى تفضل فتش وإعلن أنت بنفسك النهاردة الوزارة بتشكر النادي الأهلي بتبعت جواب للعميد محمد مرجان بتبرق فيه زمة الأهلي بشكل الواضح ومحترم وقاطع وبتقول فيما يخص الإجراءات المستقبلية ياريتني راعي أنه قبل قبول أي تبرعات يبقى فيه موافقة مسبقة على قبول التبرع بكده يزدل الستار تماما على هذه اللي بانا المسخى اللي أتمنى أنه الكل يعيها بشكل كويس ويعرف أنه صمت الأهلي كان صمت ترفع كان صمت احترام لكل الأطراف ما كانش أبدا لوهن ولا عن ضعف لما بعت الدكتور أشرف صبحي لجنة للتفتيش على أموال التبرعات في النادي الأهلي أراد للجنة أن هي توسع نطاق العمل خلاص بصولنا بالمرة على كل أعمال التفتيش وهنا لغوا بار على ده لغوا بار على أنه الجاهة الرقابية كوزارة تمارس هذه الدور بالعكس النادي الأهلي وكل الأندية اللي المفترض تملك سجل ناصع من الشفافية وأن العمل يكون في منتهى الأمانة والسلامة تكون حريصة على أعمال التفتيش والرقابة تعال فتش يجوز أن أنا غلطان من عندي أفراد اللي شغالين ما عنديش ملايكة فتعال فتش عشان تساعدنا على الصحة وبالمناسبة مجلس إدارة النادي الأهلي أول من تخب برئاسة الكابتر محمود الخطيب كان من أهم قراراته أنه أي لجنة خاصة بأي أعمال مزايدة أو بيع أو شراء أو ترسية يكون فيها عضو من الرقابة الإدارية وعضو من الجهاز المركزي للمحاسبات واختار الجهات الرقابية المسؤولة بموعيد هذه الجلسات عشان يحضروها كرقابة مسبقة تعال قولي لحسن أمشي غلط أنا حريص أن أنا أمشي صح فتعال من البداية ساعدني في اتخاذ الخطوات السليمة حفاظا على أموال النادي وحفاظا على المال العام اللجنة الموسعة اللي شكلها وزير الشباب والرياضة اشتغلت النهاردة جريدة المصر اليوم تسرب لها تقرير اللجنة وعايز أحييهم من الناحية الصحفية من الناحية الصحفية أنه فيه جرنان يسعى ويجي له تقرير بهذا الوضوح وبهذه المسألة مسألة يحيي عليها المصر اليوم أنا قاريته في المصر اليوم ما قاريتهش في باية الصحف بعد كده كل المواقع بدأت تاخده لكن لأنه النادي الأهلي ليس لديه ما يخفيه هذا تقرير صدر عن لجنة مخصى رسمية طلعت حوالي 22 ملاحظة على الأداء المالي في النادي الأهلي لا بأس امبارح بعض البرامج حابت تاخدها للشوشرة على مجلس الإدارة الحالي بس الناس زي أي حاجة ما حدش بيغيره كويس ما حدش بص في هذا التقرير أنه خاص ب 3-4 سنوات فاته وبعض المواد أو بعض الملاحظات خاصة عن فترات أبعد كمان كله يخص المجلس السابق وكثير منه يخص ما قبله وكثير منه متراكم ومفوش حاجة تخص المجلس الحالي لكن ما احنا بنتكلم عن النادي الأهلي كوحدة وحدة ما بتكلمش عشان أبرق الكابت المحمود الخطيب ومجلسه في أدين المهندس محمود طهر ومجلسه لا الكل بيمثل النادي الأهلي والكل بيعمل من القيمة والنزاهة والشفافية والحرص على أموال النادي شأن الجميع مش خاصة بمجلس لوحده والأهلي كيان واحد لكن في أطراف في فترتها كان في ملاحظة حقاها هي اللي تجاوب وتفصل ده حصل يعني أنا اللي أعلمه مثلا إن الإجرار اللي حيتم في تقديري يعني وهو الأغلب ما سيحدث يعني إن أمين الصندوق الحالي الأستاذ خالد الدرندلي سيخاطب أمين الصندوق السابق الأستاذ كامل زاهر يستفسر منه عن كل الملاحظات الواردة والتي تخص الفترة بتاعة المجلس السابق في هذا الشئ وستطلق منه الردود والتفسيرات تمهيدا لإرسالها لجهة الإدارية وهذا هو الإجراء الوحيد والمنطقي في الأمر لأن أنا جئت النهاردة مش عارف فيه اللي حصل قبل كده لكن أيضا في مجموعة كبيرة من هذه المخالفات لا علاقة بتحصيل الضرائب ودفع الضرائب ولما أنت بتأخر في سداد الضرائب بترتب عليك فوايد دي مساء اليوم كتسويتها مع مصلحة الضرائب والنادي أعتقد أنه سيكون مهتم جدا أن نخلص المسألة دي طيب لكن ما لاش علاقة خالص دلوقتي إحنا خلصنا خرجنا بره التبرعات بالضبط ألاقي التقرير بيخص عن الفترة عن الأعوام المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يونيو 2017 ونهاية يونيو 2018 طيب هذه الفترات المجلس السابق برئاسة المهندس محمود طاهر انتخب في نوفمبر 2014 وانتهى عمله في نوفمبر 2017 فإحنا بنتكلم انه الفترات المصروفات النادي عن الأعوام المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2016 اللي يقدر المجلس الحالي ويلتزم بالرد عليه لأنه هيبقى عنده الداتة بتاعته من نوفمبر لحد النهاردة الملاحظات الخاصة من نوفمبر لحد النهاردة قبل كده لازم مسؤولي مسؤول كل مرحلة يرد عنه طيب كانت هذه الملاحظات الملاحظة يعني فيه حاجات برضو يعني فيه ملاحظة هنا مثلا السادس الاستغناء وعارض بعض العيب في فريق قورة القدم لأن ديه أخرى دون مقابل مادي في وجهة نظر راصد المخالفة أنها حرمت النادي من أموال يستحقها أنا ممكن أرد لك في الحتة دي أنت عندك لعيبة بتبقى وعدة وصغيرة ومصلحتك تطلع إعارة لكن فيه لعيبة بتبقى في المتخبات مثل الأولمبية سهل أنك أنت اللندية الكبيرة تقدر تدفع مقابل مادي أنها تخدها بمقابل مادي طب واللعيبة اللي أنت عايزة تلعب عشان تشوفها اللعيب راح في الجونة الجونة ما عندوش موارد لسه طالع يا كده حسن عندك فهيتعطل فنية فأنت بتقبل أن يروح بشرط أنه تضمن أنه حيتعامل أنه لعب حيلعب مش لعب يعني جاية حيتركين عشان تحقق الفائدة منه أنت هنا فيه فوائد فنية ليها ترجمة مادية بعد كده لأنك أنت لو ثبت صلاحية هذا اللاعب زي مثلا الناس اللي عرناهم واستردناهم زي خلينا في المثل اللي كل الناس شايفة دلوقتي ناصر مهر أنا استفدت مادية في إيه أن أنا لو ناصر مهر ده ما كانش لعيب يكونت حشيري بمبالغة كبيرة طبعا طبعا أنا استفدت من فطرة العرق إيه أنك تشفت أنه لاعب يقدر يسديلي فراغ في الفريق الأول جاهزت فنيان وكشفت عن قدرات فهي حتبقى مقبول التفسير مقبول لدى الوزارة بالمناسبة هي الوزارة حددت أسبوعين لتلقي الردود بس أنا عايز كمان أرجع بعد إذنك الجزئية بتاعة تبرعات السيدة توركي قال شيخ الـ 119 مليون دي تبرعات مش داخل فيها حاجات تانية مهمة جدا الناس حسبتها تبرعات زي إيه الأهل يلعب مباراة أتلتكو مدريد لما الأهل بيلعب أي مباراة خارجية بياخد مقابل أداء هذه المباراة يلعبها في البحرين يلعبها في عمان في دبي في السعودية في أي مكان خارجي الأهل له مقابل لأداء هذه المباراة فالأهل يلعب مع أتلتكو مدريد لصالح أسر شهداء الإرهاب الأهل يلعب مباراة مع المحترفين بالدور السعودي تكريماً لفؤاد أنور والأهل يعير للأندية السعودية سبعة تمن لعبين السنة اللي فاتت خد عليهم مبالغ طبعا كل المبالغ دي مبالغ كبيرة الناس حسبتها تبرعات ودي حقوق مالية نظير أداء إعارات لعبين وانتقالاتهم أو المشاركة في أداء مباريات مع أتلات كومدريد أو مع المحترفين في السعودية لتكريم فؤاد أنور هذه الأمور كان فيها فلوس للنادي الآلي ده وضع طبيعي جدا محدش بيعير لعيبة وبيبيع لعيبة بلاش ومحدش بيلعب مباريات خارجية ببلاش هذا المقابل في أعراض اللاعبين أو بيعهم وانتقالاتهم والإعلانات اللي شارك فيها بعض اللاعبة لأن فيه لعيبة شاركت فيه إعلانات في بطولة البليستيشن أو غيره دي ما كانتش عايزة بقى موافقات سابقة ولاحقة ليه لأن دي حقوق أيوة لا الناس اعتبرت أن دي تبرعات فحسبوها ضمن قال لك المتين وستين والمتين ستة وستين والأرقام اللي أنتو بتسمعوها حجم التبرعات الحقيقي اللي الوزارة تأكدت منه ومن مصارف صرفه 119 مليون 119 ألف وعشاني أنا 15 جنيه ده الرقم الكامل الرسمي بس أنا عايز أوضح نقطة برضو نقطة عشان ندي كل واحد حقه ممكن جدا يبقى فيه مجاملة في القيمة بتاعة الإعارة عشان النادي الآن يحصل على أعلى أرقام ممكنة أيوة حصل لكن هذه مقابل إعارة لعبين عمد متعب عمر بركات كل الحسين السيد صالح جمعة شيخ صالح جمعة أه ممكن ممكن أنت لو لوحدك ما كنتش هتقدر تحصل على المبالغ دي لكن هي مبالغ مقابل إعارة في النهاية اه 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 اتساعدت بقى ان اخدت المبالغ دي عشان برضو وفي نفس الوقت اروح العب ببارات فؤاد انور انا ممكن اروح العب في الكويت اكون باخد اكتر من كده لا او اقل او اقل لكن انت خدت هذا الرقم وهو رقم لا ما خدناش قبل كده هذا الرقم احنا كنا بناخد 200 و 250 و 300 انت خدت نصف مليون واخد بالك فهو فيه تقدير لقيمتك اه بشكل محترق لازم يعني نقره ونشكره يعني عشان منباش يعني جاهدين طبعا فهو اه لكن فلوس مقابل حاجة مش تبرع ايوه هو ده الفصل المهم كلمة تبرع اللي هي مثلا الفلوس اللي اتبرع بيها المعالي توركا الشيخ علشان صلاح محسن علشان كان تطوير الاصف لا علشان ما دخل واده فلوس لمكفاءات اللاعبين هزيه تبرعات وجوزه Organisation كان للعملين هزيه تبرعات فعالزيه نفرق بين طبيعية دي وطبيعية دي التبرعات اللي حصرتها الازارة مقيمتها مليون مئة ساعتاشر ملؤون الفلوس aire دين هنا تانية دين ومية وتسعتاشر ما ليون ومية وتسعتاشر مليون ومية وتسعتاشر ألف ومية وتسعتاشر جيني 15 ت 아니고 وفرق بينه بينك انكضقيق الفكة بات الآن التبرعات. دي موضع تاني المهم من وزارة تأكد تكون کی viendo كل شي راح في مصارفه وهذا ده الاساس انه ما يتعلق بالتبرعات هي المية وتسعتاشر. وراحت في. هنا دي الحاجات الناتي. وتأكدت اللجنة من سلامته. المستحقات. التانية دي مستحقات. طب لاني كان ساكت ليه? لانه مهما قال محدش هيصدق. بالزبط. بالزبط. طب لما يجي الكلام رسمي وموثق. يبقى خلصنا بقى من الليلة دي ولا لسه? يبقى جبت الاقلام وطوية الصحف. بس. نيجي لتقرير الاتنين وعشرين مخالفة. لازم ان اسألك في حاجات يعني. انت اشرت النقطة اجرائية. انا بس لفت نظر. الوزارة عايز الرد في خلال خمساشر يوم. طيب. المجلس الحالي والادارة اللي موجودة مش مسؤولة عن كل اللي اللي موجود. مين اللي جاوب? شي كويس وشي محترم. انه المجلس آآ امين الصندوق الحالي. الاستاذ خالد درنداليا تواصل مع امين الصندوق السابق. الاستاذ كامل زي. ناخد التفشير انا اتمنه. لتفسير هذه الامور. لانه في النهاية النادي الاهلي كيان واحد. مجلس سابق. مجلس حالي. مجلس لاحق. في النهاية. لكن كل مجلس موجود عنده مسؤولية قانونية عن الاعمال اللي بتقع في فترته. وبالتالي وجب الاحاطة من المجلس السابق عن تفسير ما ورد في هذا التقرير من بعض الملاحظات. اللي للأسف زي ما قلت لكم برح شفت ناس كتيرة على مواقع وعلى برامج بتحاول تتاجر بها للشوشرة على الاهلي او لمحاولة الزج بمخالفات الاهلي في السياق الحالي. ميالة ميالة للاتهام. اه ميالة يعني اسأل يعني بتبقى اذا تقل عليك شائعة هو بيتعامل معاني انها حقيقة ليه? لان ده بيبقى اه يعني هو ميالة كده. مهم. وحتى ساعة بيخيب الامل لما يطلع الامور دي شائعة ولا الناس يطلع منها براءة. في ناس مش مبسوطة. ما هيش معانية بحاجة. يعني عن الفترة اللي انا بقولك عليها بيقولك في الملاحظة الرابعة تحميل ميزانية النادي بما امكن حصره مبلغ خمستاشر مليون مية تمانية وستين الف ومتين وتسعة جنيهات. هي قيمة العمولات المنصرفة لسماسرة وشركات تسويق اللاعبين الاجنبية. في انهاء اجراءات انتقال بعض اللاعبين لصفوف النادي دون سند قانوني ينظم الصرف. يعني هنا السؤال عن السند القانوني اللي بمجابه تم صرف هذه الارقام. اه ايضا. ما هي هتجد معظمها برا عن ايه. بتعمل انت مزايدة او مناقصة. وبعدين في كراسة شروط. اثناء سير العمل بيجد لك حاجة خارج كراسة شروط. هل انت بقى كل شيء هتطرحه من جديد ولا ممكن في اطار معين بنسبة معينة. انا معرفش قانونيتها ايه دي. انك تقوله طب اشتغل. اه? بموافقات مجلس اقدارة ساعتها. اه موافقات كده. هي دي الملاحظات. ان حاجات لم تشملها كراسة شروط او تجاوزت الاعمال حجم اللي انت متفق عليه. يعني انت مثلا. هترصف ميت متر اه اه بلاط. اه. اه. لقيت نفسك بتصرف مية او عشر. اه. هتتفعلوا الفرق ده ولا هتجيه موافقات. يعني فيه حاجات بتقف انها ما يعرفش يجاب عليها اللي اميني السندوق. بالزبط. اه. في الملاحظة التاسعة وياريت الزملاء في الاعداد يرجعوا لي النص التقرير كما ورد للنادي. مش كما نشر في الصحف. لانه الملاحظة التاسعة فيها رقم اه اه مش طبيعي. هي عدم خصم مبلغ خمسة وعشر مليار وتلتمية سبعة وعشر مليون وتمنمية وستاشر الف ومتين ستة وتلاتين جنيه. ايه دي بقى قيمة النسب المستحقة لانقابة المهن الرياضية. عن المبالغ المنصرفة لعقود اللاعبين والاجهزة الفنية للمصريين والاجانب والتي بلغت واحد وخمسين مليار ومتين وخمسين مليون وخمسمية اتنين وخمسين الف وخمسمية وتسعة وخمسين جنيه. بالمخالفة لاحكام القانون رقم كزا. والمعدل بكزا. والصادر من الادارة المكازية اللي رقبها معي. عن الفتحة قبل واحد وتلاتين ديسمبر الفين وخمستاشر. تحتاجت كل قدية مصر واحدة فيها دي. لا انا انا بس اتأكد من الرقم. يعني ايه خمسة وعشر مليار وتلتمية سبعة وعشر مليون. آه يعني يعني لغة المليار هنا ده اللي انا يعني ياريت نراجع النص الوارد من الوزارة للنادي. من اللاجنة بتاعت الوزارة. ده النص المنشور في المصر اليوم. اللي انفرضت بالتقرير. لكن نراجع ياريت النص اللي وارد للوزارة في المد في الملاحظة التاسعة باش موانز. ايه را الملاحظة التاسعة عندك كده? مليارات مكتوبة. اه. يعني مبالغ مستحقة بالمليار. فضلاً عن عدم سداد مقام كان حصره. مبلغ اتنين وتسعة من عشر مليون جنيه. قيمة المبالغ المحصلة. قبل واحد وثلاثين ديسمبر الفين وخمستاشر. واخفالها. بحساب الفائد المحصل بالنادي بميزانيات المعدة. لدي شغلة صعبة. الفين وستاشر. لا مش حافة منا في الكلام ده. اه. يعني هي كلها تبقى حاجات بخلفات. ها? بص. احكي لك انا موضوع. اه. موضوع المهن الرياضية. واللي لازم. اذا كانت المهن الرياضية عايزة تكون واقعية. اه? اه. اه. ما تاخدش النسب العليا. اه. في عود اللاعبين والمدربين. اه. يعني اه. 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 النسب بتوصل خمسة عشر في المية ساعات. اي. ده ده مبالغ عالية جدا. او مش باخد واحد او اتنين في المية. يبقى اي واحد عنده يقدر يبعتهم لك بسهولة. اه. مفيش حاجة كده في الدنيا. ده هي دي مش درايب. ده ده دعم لسندوق اه رعاية اللاعبين. اي. فانت عايز تدعمه. لازم تتغير لوائح. عشان تخلي الناس تتشجع تدفع التزامات. اه. اه. اذا ما تيجي في الاخر بتقولي الرياضة المصرية عملت عقود بخمسة عشر مليار. ولا بواحد وخمسين مليار. منه خمسة عشر مليار يروحوا. اه. صندوق رعاية المهنة الرياضية. ما. كلام عايز مراجعة. لكن هي كده. مخالفات من النوع ده. انت بييجي اللاعب يلاح يطلب منه جزء كبير من مرتبه. اه. ما بيتفعش. وانت جاء المسؤول منك تحصل. انت المتضامن بتاعه. ففي الاخر انت. يعني زي بالضبط الدرايب. كان النادي الاهلي يعمل العود صافية. فقالوا لهم لا ما ينفعش النادي باللعب يتحمل. اصبحت العود شاملة الدرايب. اي. والعود عاليت. اه. وطواء خلاص. موضوع الدرايب على العود اللاعبين اتحل. اه. عايزين بقى تشوف المهنة الرياضية وبقية الحاجات التانية. اه. المليارات دي. مش عارف دي مليارات ولا ولا غلط ولا طيب. شفنا كيف ان قيم الاهلي انتصرت. شفنا كيف التزم الاهلي الصبر والصمت والهدوء والثقة والاجراء الطبيعي والمسؤول. انا كمجلس ادارة اللي باطلب اللاجنة تيجي تفتش علي. انا اللي واسق من سلامتي. وانا الحريص على اموال النادي. وانا اللي بقول لهم تعالوا تفضلوا وشوفوا اللي جي ايه وراح فين. فيطلع في النهاية هذا التقرير الخاص بقبول التبرعات والفرق بين التبرعات وبين المستحقات. يعني في بس حاجة. ثم تقرير الملاحظات. في غرامة مية تسع عشر مليون جنيه. غرامات تأخير سداد ضرائب. اعتقد ان نتزة مالك عمل خطوة جيدة في هذا الشأن. جدوى. مش جدوى لو بس. اسقط. اسقط الفوائد. راح عمل تسوية. وهو دي بموافط وزير مالية بالتم. اسقط الغرامات. ايه. وتعاد بسداد. ام. الباقي في وقت اه وجيز يعني. ام. وبالتالي ممكن نادي لقالي الملاحظة دي يتعمل معها بهذا الاسلوب. ام. اللي هي. انت عايز تعرفها رقم كم? لأ عندك انت كل اهو العشرة. العشرة اهو. حرمان موزنة الدولة. مية تسع عشر مليون جنيه تيجي دا عدم قيانة من استحقات الضرائب. اه? والغرامات بقى ايه? الذي يحمل النادي غرامات كذا كذا كذا. فهي الضرائب عايزة بس ايه قاعدة. وانا اظن ان كان النادي الالي في فترة اه اه قاعد واقاعدة وسوى جوز كبير منه. وآآ عندك برضو ملاحظة مخالفة النادي لشروط وقواعد صرف السلفة وتسوياتها والمنصوص عليها بالمدى اربعة وثلاثين من لاحة المالية لاندي وصرف السلفة مؤقتة دون تسوياتها حتى اه تاريخ ترجع لعام الفين وربعة عشر فضلا عن صرف اكثر من سلفة لنفس الشخص في نفس الوقت وتداخل تسوية تلك السلطة. دي دي لازم تتحل وتتحل بسهولة وما تتكررش بصراحة. لان دي 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 احكام مالية يعني المدير المالي مع اميني سندوق بيدي اكثر من سلفة لنفس الشخص. جالك قالك كذا ومات عندي كذا ومن داخل المستشفى بياخد سلف. اه. ما كانش خلص اللي فاتت. اه. ايضا. قد يكون الوزع انساني لكن ما تخلفش بقى. قوله سوي بسرعة السلفة القديمة عشان لديك السلفة الجديدة. بالزبط. ايضا الملاحظة الاخيرة قيام النادي بصرف 200 الف جنيه اتعاب لأحد المحامين. دون ابرام عقد اتفاق معه. ودون وجود اي مؤيدات للصرف. ودون خصم الضرائب المستحقة على تلك الاتعاب. وخلو الاوراق بما تم بشأن القضايا والمنصرف عنها تلك الاتعاب. دي قضايا ايه امتى دي. دي اه. عالنفس الفترة برضو في الفين واربعتاشر والفين وخمستاشر. هتلاقي كلها بص. لابد لابد ان يجلس اميني الصندوق مع بعض. ها. ويتم الرد. ويتم بتا. اللي يتعالج يتعالج ولي ما يتعالجش يبقى اه اه يشوفوا تصرفوا فيه ازاي. اهم. يحلول صاحب الشاق. ما انت ما انت اعمل اجرائك والناس مش بتقولك لازم تدفع. فاهمني? اهم. يعني اللي واخد صلفة ده. اعمل اجرائك معاه. اهم. ويلزموا بيها. صحيح. طيب. اذا هي اه ملاحظات كلها خاصة بالاداء الضريبي بالتعقدات. معظمة يعني. بمستحقات. باعمال المقاولات. بالسلف باعمال المقاولات والترسية. وكلها خاصة عن الفترات السابقة. لكن زي ما بنقول. لا. مش مش علشان هي من المجالس السابقة. يبقى. مليش دعوة. مليش دعوة. لا. الاهل كيان واحد والمسئولية واحدة. هو ليك دعوة. لكن المسئولية القانونية لاشخاص غير الاشخاص. احترام النادي واحترام صورة النادي وقيمة النادي. ان انا بجيب المجلس السابق ودي له كل الفرصة وكل الحق وكل الامكانيات انه يوضح للجهة الادارية ايه ملاحظات تفسيره لها ايه واسانيدها ايه. عشان تبقى دائما وابدا صورة الاهل عند هذه الدرجة من المسئولية والنقاء. الاتحاد الافريقي يمكن بيبلغون حال الاتحاد الافريقي لكرة اليد بيوقف السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة سنة. اي سبب؟ اه. ده السبب خاص بالإساءة للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي. دعم. فحق المسئولين وخاصة الدكتور حسن. اه. ولا تنفيزا لتعليمات اللجنة الامبية. ده غير دي خالص. ده موضوع تاني. اه. اذا انتصرت قيم الاهلي في هذا الملف الصعب اللي انهى به هذه اللبانة الماسخة. لكن ايضا انتصرت قيم الاهلي في افضل صورة في مباراة قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. الاهلي يداعب الاميرة والاميرة حتى الان تستجيب. بعد الفاصل. اه. 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 اه